السلام عليكم ورحمة الله كيف دايرين لبس عليكم تمنى تكونوا باخير وعلى خير وكنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ومرحبا بكم معي في قناة شهوات مزاوم يوسف فيديو جديد على القناة وهد المرة وجبت عشاء خفيفة ساهلة ماهلة من الابسط ما يكون وغد نحضرها بوحد طريقة اللي سريعة في تحضير ديالها المكونات موجودة في الضار عدنا وحتى كذلك بدون بشامل اللي كجيزوينة بزاف وبنينا كذلك غدي نحضروها لالكغطة هدا بطريقة ساهلة ومبسطة بالنسبة لأي وحدة بغد تخدخل الكوزينة بطريقة راه كيجي لديد بزاف ندوزو نشوفو الطريقة والمكونات غدي ندوزو نشوفو المكونات هنا غدي ناخد واحد المقلاة مباشرة غدي ندير فيها واحد حبة ديالبصلة كبيرة مش لضارقيقة تقريبا هنا عندي واحد رابعة ديالكفتة اللي كتبقى ممكن تسيطة تعودوها كذلك بقطع ديال الجاج عندي واحد الجزارة محكوكة تقدروا تستغناء عليها تقدروا تضيفوها ومن بعد كندير هاد شي كله كنضيف عليا واحد ثلاثة المعالقة ديالزيت الزيتون وكنخلي هاد المكونات حتى يطيبوا ليه مزيان ويتسهطوا وديك الكفتة الجمعلية كيفما كنكو لكم خصتها تبقى بحال هاكك باش تبقى عاطية باناك كينا ركينا الكفتة اولى صدر ديالجاج اللي غتقطعه رقيق بعد ما كنخلط هاد المكونات كاملين وكدي تشح ادفعوهم مع تلك ابصلة وذتيك البصلة كالدبل وكذلك الكندير وحاد المعالقة صغيرة تكون عامرة شوية ديال بزار و훈ا ضيف عليها وحد المعالق نصرچ المعالقة ديال سكين جبير في لход كذلك قنضيف المعالقة ديال فول فول الحار وكنضيف ثلاثة لمعالق ديال الصوس صجا или كانتniejا يركوا خمسة احتى ستة ديال المعالق كنضيف وحد القبائطة ديال نضيف لها كمية كيسان الروز نضيف لها كمية كيسان الروز بعدها نضيف موضوع المكونات نضيف لها كمية كيسان الروز نضيف الماء و الملحة و نضيفها كطبقة أولى نضيف الحشوة نضيف الفرمج نضيف الحشوة نضيف الحشوة سوف نكمل ثلاثة ديال البيضات ثلاثة ديال البيضات سوف نضيف عليهم كاس ديال الحليب نضيف كمية الاربع التي تبقى اختيارية نضيف شوية الزعتر وكذلك نضيف الملحة التي تكون ضرورية تكون شوية زائمة في الملحة من بعد نضيف كاس ديال الحليب ونخلط هذه المكونات كاملين حتى نحصل على هذا الخاليط سوف نضيف كاس ديال الحليب من نضيف كاس من دقيق البيض ومن دقيق البيض ممكن انكم ضيفوا كاس ديال السميدة او كاس ديال الفينو او كاس ديال النشا انا لم يجب علي شد دقيق البيض او لفورس بغيت نضيف دقيق القمح يكون صحي وفي نفس الوقت يكون خفيف شوية على المعيدات سوف نخلط المكونات كاملين ونصبهم على القراطة للخضر حتى نخلط هذا البيض مع الحليب مزيان وينساجم ليه تماما من بعد سوف نأخذ كما قد لكم سوف نكبه على القراطة سوف نسرع على الجوانب سوف ندخل الحليب و البيض في القراطة لا يبقى جهلة و جهة إذا أبقى لكم واقف لا يبقى لكم الخالط سوف ندخلها في الطريقة خذت هذه السباتولة وضفتها ندخلت الخالط بالنسبة للطيب سوف ندخل على النار سوف ندخل على النار و نقص على النار و نجعله حتى يطبع خاطره يتحمر لنا و خيقة غير الفقر و من بعد نخرجه سخون نقدمه سوف يكون بنين وهذا هو الشكل اللي يالون نهائي لكي يجي لديد بسفكي في ما شفته سوف يكون بقى السخون غير ما تزربوش عليه باش ما يتحركش البيض سوف يكون سهل و كي يكون واجبة اقتصادية بسفكي في ما شفته و لا يوجد مكونات كثيرة و نتمنى الفيديو نالاعجاب ديالكم الى فيديو قادم